موسيقى موسيقى شكرا على الاستضافة وشكرا على الاهتمام لمقاطعة سيد بلوت والشأن المحلي بصفة عامة مرحبا سيد سعيد مرحبا بك موسيقى سيد سعيد في بداية العمل داخل المجلس مقاطعة سيد بلوت كنت تقوله بأننا داخل المجلس ما عندناش معارضة أغلبية كلنا في الأغلبية وكلنا هدفنا هو خدمة الساكنة الآن تبين بأنكم تمخصرية المعارضة أشاني الحويج اللي خلتكم تصفوا في صف المعارضة بعد مرور واحد ثلاث سنوات على بداية شريمة؟ شكرا أخي الكريم بالفعل تنشركم استضافتنا عدة مرات في هذا المكان عندكم وكنا تنقوله أن نحن في الأغلبية لكن هناك مشاكل تدبيرية لأننا نحن في المعارضة ومن وضعنا في المعارضة هي الرئيسة الرئيسة هي اللي وضعت مجموعة الإخوان في المعارضة كيف ذلك؟ لأن القانون لا يسري داخل مقاطعة سيد بلوت يعني القانون 113-11 منظم للعمل الجماعي أصبح لاغيا داخل مقاطعة سيد بلوت وذلك بالدليل والمنموس على سبيل المثال نعطيه الدورة الأخيرة التي نحن بصدر نحن الآن في الدورة العادية لشهر يونيو ما يقع بها؟ يندله الجبين لا نجد مقاطعة بالدار البيضاء أو جماعة بالمغرب ما يقع داخل مقاطعة سيد بلوت كيف ذلك؟ أشرح لأننا نحن دبر هذه الجلسة ربما الخامسة أو السادسة ولا ينعقيد المجلس كيف ذلك؟ سوف نقول لشهر لي مسؤول هل هذا الرئيسة هي المسؤولة الوحيدة على ما يقع؟ ولكن تتهمون أنتم أيضا كمعارضة بأنكم تديروا العصاب فوق هذا الروايدة لا يريد أن المجلس يمشي تتعرقلوا العمل على الرئيسة ليه جايب النية الصافية خدمة السوكين السيد بلوت هذا ما يشاء وما يقال ولكن الحقيقة تخيبه عن أكثر عدد كبير من المواطنين وعدد كبير من المتتبعين للشأن المحلي كما قلت العصاب الرويدة ديرها الرئيسة الرئيسة تنفرد بالقرار لا تشارك أي واحد لا في النواب ولا في الأعضاء ولو أننا معنا سيجواد كنائب نائب ثالث وسيأخذ كلمة وتنوي الكلمة هو نائب الرئيسة ومها الرئيسة لكن في اعتقادي أنا وهو راسي شيء أكد ذلك لا يستشار كبقي هذا يعني جميع الخارج تأخذها بانفراد وهذا ضرب للقانون منظم لا يستشارك لا يستشارك لا يستشارك لا يستشارك المعارضة أو المساندة هي معارضة هي فلسافة فلسافة المعارضة ما كنا شاهدنا في سيدة بريوت لأنه كان هناك أربع نواب أربع نواب ما يمكن لنكونوا إلا مزاند ما يمكن نقول له أو مصرح الصحيح واختلاف الروحة اختلاف العملية للتدبير أما معارضة ما معتناش معارضة أكبر دليل ونهيد الشكل هناك صوت على الرئيسة وأكثر من هذا هم من الأجمال كيف لم يكن معارضة وستيقوك المعارضة لا اكتلاف لا اكتلاف لا اكتلاف الرؤى لأنه عندنا الناس الرئيسة من واحد الحزب والمعارضين هافتح علوف إذا نسميه هاتش هنسميه اكتلاف الرؤى ولا شي حاجة أخرى من غير كلمة معارضة مش معتوجك وكما يقول ماشي اكتلاف الرؤى يكون هذا شيء تسمى بلعبة لا اكتلاف ولكن يمكننا نقوله تعالى أمور أخرى لعبات لعبات نشوفوه السياق ديالو تاريخي كيفاش بدا راه بداء من الناس اللي هما معهم اللي كسميه وفهم هذا فتيار ديالو هم اللي كانوا ديفية وقاحنا ودك السعام وجينا عندك لنا ضد السلوكات الرئيسة واحد الفترام من الفترات الأولى فكان معياه كان مجموعة من الناس فكانتاني كانوا آخرين اللي هما الآن زعمين الحركة المعارضة بين أخوصين كما كنت قال وحنا كنا كنقوله ما شنو هاتش كيفاش تتحولوا المعارضة هنالسوبة يجوونهم لحدود السعام هما عطنا السبب كيفاش تتحولوا ملكنا كين المسائيل اللي هي اللي هي اللي هي مطاقية اللي كلنا انها مكانش تفوضت فوحد الفترام الفترات لا حاليا كنت تفوضت لا بل كين تفوضت حاليا وش وكانت تفوضت ولكن الاخوان باش نكونوا عمليين وانت كنائي بتاع الرئيسة واش تتشاور معاك في تفوض ديالك مانحك تفوض تتعمل بوحرية انا مفوض لا في شؤون الثقافية خدام برتاح ما قد خلش لي فتاشي حاجة اللي كان عدنا خوب منه وكان نقع تنسيلي تناخد الامور كين حاجة وعدا اللي ما كلمسينيهاش وهم مسائل المالية انها في القانون ما كيخووش لي والرسورس الموظفين ما كننصر في تحويل ديالهم لغاية الا استشارة الهوية مثلا ما كنستشار ما شيري كنت تقوم بها لغاية اما انتخذ القرار فأتخذ القرار في قطع ديالتقار البعض يقول بان المعارضة والناس التي يتصفوا في الصف المعارضة بغن يديروا خدمة على الرئيسة والرئيسة يفلول وفخرها محاسبة على تسيارة المجلس المقاطعة غير الأعضاء تحدوها حبه ذلك حبه ذلك لا يمكن أن نشرحوا هذا الشيء ولكن سوف نحاول ما يمكن نعطيه واحد الدورة العادية خسائها عادية تكون فيها نقطة كيف يؤقل أن داخل الدورة تضع لنا جدوى الأعمال فتضعنا جدوى الأعمال الأول لا يوجد النصار في الجلسة الأولى لا يوجد النصار في الجلسة الثانية الثالثة بمن حضر الرئيسة لا تحضر في الجلسة الأولى كان نصار تسعود الأعضاء وهو ليس تسعود الأعضاء أستاذ الأعضاء لحضره كيف يعقل أن الرئيسة متواجدة مقهر ولا ترفع الجلسة هذا تحضر إشكال كبير هذا وهو حضر إليك تحضر منطقية حضر الجلسة يجب أن ترفع الجلسة لا تحضر إليك ترفعها واحدة أخر ترفعها نائب نائب دي الرئيسة هو اللي رفع الجلسة وهي فيناية هذه اللولة تحضر العضاء الجلسة الثانية خمسة العضاء لم تحضر رئيسة الجلسة الثالثة بمن حضر الرابعة بمن حضر تغير جدوى الأعمال كيف يعقل أن تبقى للمدى تسعيد وثلاثين من القانون المنطم العامل له الحق أنه يطرح على المجلس بعض النقاط اطرح ثلاثة النقاط الرئيسة لا تنظر بمعية المكتب أو كان معها أحد النواب ربع كما قال سي جواب ربعات النواب لا يحضرون لا يتابعون لا يستشارون ليحضر معها قرروا يأخذوا جوج نقاط من دي السيد العامل ونقطة أخرى اقترحتها الرئيسة لا يوجد مشكل كيف يعقل في الجلسة الأخرى أن نبدلوا النقاط وهذا نضع النقاط كما تضعهم سيد العامل هذا العبت هذا عبت كبير واش نسئولي عليه نسئولي عليه ماش نسئولي عليه هي ومن يدبروا معها أنا سنقولوا هي إلا كانش حد من النواب معها رتها هو داخل معها فهذا العبت إلا ما كانش النواب ركين موظف لتابعها وهذا العبت خسوه قف مرحبا لا فتحنا نضع خسنا نضع أمور ماذا دائما تتحدث في دورك المقاطعة لديك موظف لأنني صوته هي موظف باش نحظف والتغيير من الداخل لم أعجبتني شي حاجة مثل خشة برد كريتيكة كان كريتيكي هنا ونلو كانوا الإخوة معنا في نفس الخندق غيكون تغيير أحسن وغلي يجيبوا كيفاش غيكون أحسن من بعد ما نضعوش فيما يتعلق بالدورة الأخيرة. الدورة الأخيرة فعلا دلت في الوقت ديالها تغيير جلول أعمال. نفاجأوا بأن هناك تغيير جلول أعمال. هذا التغيير كان خطأاً من الإدارة. من الكتابة وكتابة المجلس. كانت خطأ شكري. فهنا نقطع من النقاط. عريق الخطأ شكري اشترناه في الجلسات. كلمة الأولى لأنها مشكلة. هناك كل واحد يقرأ ويحلل النص القانوني بالطريقة اللي كده. يعني مقاش حسنية مقاشية. يعني تغيير نص القانوني. يقرأه ويقوله بطريقة ديته. ومع كل واحد كنشوفه من المنظور دياله. حنا من المنظور ديالنا اشتو كانت يقول بأن هذا الخطأ الشكري اللي كان يمكن له أنه يتصحح. خصوصاً أن العمالة أحمد لنا نقطة واحدة كان مكتب. والعمالة أعطى ثلاثة ديال النقاط. المفضل على العمالة خصوصاً ديال النقاط يتحطو قوبي كولي في جلول العمل. ارتأت الرئاسة أن النقطة اللولى اللي احنا حطيناها. هاي نفس النقطة اللي احطتها بجلسة العمالة. العامل. العامل. سيد العامل. العامل فعلاً. مع تغيير في المصطلاحات. وتشركو في نقطة واحدة. ماشي مشكلة. هذه النقطة لا اللي دان العامل ولا اللي دان احنا مع التأجيل اللي داروا معظم النصاب. أصبحت تكون جدوعة. لأننا كان دارت قبل من العيد. يعني كيفية تدابير داننا ضع فوقنا. النقطات هين الأخيرتين كان فيهم واحد إشكال. إشكال وهو في سياغة. سياغة في جباسيد العامل. اللي هو إن الدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير اللازمة. اتخاذ تدابير اللازمة. مجلس ناخده التدابير. سياغة اللي جات بها المقاطعة في الخطأ اللي اعترف بها الموضة. هو ده دراسة ومناقشة الإجراءات اللازمة. يعني المناقشة خاصة تبدل بإجراعات. اللي هو رحنا نمنيش في هذه العملية. والإجباع لينا أننا خاصة يتمدل. كان يفرض علينا أننا الرئاسة تترجع وتبدل موضة. لأننا إحنا ما دخلناش في الدورة أصلا. لأننا دم الحلود السهم. ودبرة عما يجي واحد شهر. وباقي ما دخلناش في الدورة. الدورة باقي ما تفتحتش. باقي في نوقات ندام. قالوا منين طلبناه في واحد اللقاء الجلسة الرابعة. اللي هو لما كشفها النصاب. والتاني ما كشفها النصاب. والتاني ما كشفها النصاب. والتاني بمرحاضة. وقالوا كي سيروها. امتياض الإخوان برئاسة النائب الأول. لأنه في غياب رئيسة. وهذا ناحية اللي يقولون بأنه هناك غياب رئيسة. فعلا من ناحية الأقلاق يقصدون الحظرة. من ناحية الأدم يقصدون الحظرة. ولكن من ناحية القانونية. يمكن تكون لكي سير مراعب أي نائب. وهذا هو القانون. سوف يدير باش من. نعرفوا بأننا شي لابتش خطأ قانوني. كيش خطأ قانوني. كي نائب تيجي تي سير وتمشي. لأن الإخوان اللي يرفعون الجلسة. يرفعونها من أجل عضو الرئيسة. وغير قبل الجلسة بتوحب جدول الأعمال. نحن نقص نصحو جدول الأعمال مش نغلو له. وقصر رحنا على أساس أنه. ولا اقتراح ديالي كان. بمعيات اقتراحات أخرى ديال حضور العامل. وحضور رئيسي اللي قصر هو على الإخوان. طيب وقنا على أساس أنه. ندعيو اللجنة. وحددنا لها تاريخ. ديالي لجنة ما وصل لجزء. لمن نجل السيدون نفسية. وهذه اللجنة فجدانت. لأنها كان سبقها جلسة سابقة. نقصت جدول الأعمال المعيين. من المعيين. قدمت الرئاسة جدول أعمال مصحح. وحنا تقولوا عندها الحق أنها تصحح. لأننا لقد ما دخلناك. دورة. وفعلا تحط تلك الجلول الأعمال صحح. ولكن الدورة لنجنة ما اجتمعاتش. وحنا نحن 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 سنينا. ومجال رائزه نائمه. ولكن ما كان يناس سياسة سبقها من النجاة. دورة الدورة الأخيرة عنواني. غير عدم السير العادي. بالنسبة للمجلس المقاطعة. بالنسبة لكم. هناك من يقول بأن التيار المعارضة بين قوسين. يعني يستغلون بحلقة الفورص هذا. يعني ما تدمي شيء تتمدون ييد. بل أن تتبعوا لها فوات والأخطاء. لا تكون نجابا المقاطعة بشيء بزيان. لأنني من الأول أن الرئيسة تن فريد القرار. ولكن في هذا البلاتو عندكم السيد سيحمد. أننا تتبع في هذا الموضوع. لدينا الإشكاليات. ولكن الرئيسة لا تستطيع تشعر. لا تستطيع تشعر. لا تستطيع تأخذ رأيهم. لا تكتب ولا أعضاء. نعطي على سبيلتين. هي اقتراح نقاط جدول الأعمال. تصور أننا. سيدي بريوت. لا يوجد نقاط. لا يوجد نقاط. لا يوجد نقاط. لا يوجد نقاط. هذا عادي. ويعترف بأننا يجو جدول الأعمال. لا يوجد نقاط. لا يمكن شيء. كذلك الدورة سيتنائية. لا يوجد نقاط. هل تكون قانون تشعر؟ لا يوجد نقاط. في سنة 2022. المرة الثانية. المرة الثانية في 2022. المرة الثانية في 2022. المرة الثانية في 2023. يجدون الأعمال. تنطلبونه. يجب قانون المنطي. لا تقبل. كيف يؤقل. ما هو الأسباب؟ ما هو الهدف لهم؟ هو مصلحة المواطن. كنا نستخدم مصلحة المواطن. كنا. مثلا. استجاوات معنا. ونستغلنا الفرصة. لأنه هو الذي يمكننا مسائل تقافية. كنا دمنا برنامج. برنامج تقافي. قبل المنهر. كان سيمكلف الجماعة. صفر درهم. وأصبح مكلف. تقريبا تخسرت فيه. ميوسف عدد مليون. ونحن الآن. لكن لا يعرفيش. هناك ميوسف عدد مليون. ما نحقنا؟ كيف يؤقل عندنا برنامج. سفر درهم. أنه سيكون دخلوا إلى الجمعيات. ودخلوا في هذا. ونحن الآن بيوسف عدد مليون. يقول. مسؤولة هي مسؤولة. نعم. قد يمدوا لها يد المساعدة. نعم. نحن هنا. بش يمدوا لها يد المساعدة. بش يمشي الأمور على أحسن ما يرام. ولكن الرئيس. ما يد المساعدة تشي الأمور على مستوى إعلامه. ولكن ثم ارى النية ديههم بايني أنكم. الرحيل الرئيسية دう. نقولها بكل صراحة. على ما تفترض. لأي سيئل سيئلية. كاليات السياهب هي الجابت. الحل القادية ليش المعارضة. نعم. لكنها أغلبية صوت عليها أغلب هذا. وكلم شيء معها. ولكن في الممارسة تبين. أنها تقصي الجميع. ما تتحرفت شي واحد يلا تستخيل ذاك شي هي تستخيل رئاسة أنا أتنقلها معظم رؤوس لأهداف شخصية بجدير معارف ديالها بجدير حيث أنه تلقائك أن تكون على المصائح الخارجية ما تجيبش أعداد إحنا أنا أتذكر أنا أقولها بكل صراحة كنا مع مجاليس أخرى الرئيس تكبر بك تجي شي مناسبة غادي يكون شي مصالح خارجية غا يكون شي اجتماع ولا شي لقاء كنت يستعيل رئيس يعطي نائب وإنما كان شي نائم تعطي العضو هذا الشراف أهدا ما تستعمل متى تستغل تشي واحد يعني استيسبات وصلوا حد نقطة من نهاية يقول أن المطلب الرئيسي ديالهم وليم أن الناس يتشاطرون رأي هو رحيل السيب نحن نقطة مش ما تشمروا الكرامي أن الأخش بالجليب تقافي أجب معلت سؤال تخليش حتى الأن أجرب بش المشاهد يعرف الفطار اللي كانت تحمل في الناس والياه والفطار اللي كانت تحمل أحد إخواني معهم وباك ينشي برمامات زيرو ديرام برمامات زيرو ديرام هذا عبع تقنوين عباد لكي نقول لشو واحد برمامات زيرو ديرام ووجبنا برمامات جو تصرفع لي 100 سبعة تصرف تعليم يسبعة لأن الفراغ كان بطبيعة الحال لكي بكون الفارغ تسخر للأخر من اللي يبغى ويحطي مبارلات دياله لان الاخر لا يحضروا انشطاء ولا في البروغرام ولا في تيش شي حاجة ولا في تيش معيات المكتب طبق الحال اني ما يحضروا في هذا شيء يمكن الاخر يدير اي حاجة تقدر يكون صعب ويقدر يكون صعب من فراغ مخصوش يكون فيما يتعلق بالهضر اللي قال الاخر ما وصلت اليه وان مطلب ديره من الاخر هو استقالة او اقالة رائسة انا مادل المسائل انا واضح في هذا الجانب هذا اولي الاخوان شنو دارو حتى نصوق الاخت الاقالة انا تقول نجي ونخلو الخدم التفويضات اللي اتطعت ما نخدموش بالنواية لان ما السيدة وانا تنقو اخدب الفتوريتي الناعيطات على الاخوان قدرهم اختاروا التفويضات اللي ويتو تشكل اللي ويتو اخوان تقول كنبال او غديش انا تنقو ناخد تفويضات ونخليها تحبسني لك السعاء غا يكون عندنا عادل مقاعد هذا غا يكون عندنا مقاعد آخر لك السعاء اللي اعطاتك تفويضات ويتشكلوا ودخلو فيها مجموعة من المتدخلين الو السيدة نشيد للراسة اللي اخوان وغاليروا ولكن من غاليروا بداية تدبية منقح قوة انا عطيتهم تفويض من مبغاش انا عطيتهم يصوفون تفويض ومن مبغاش وانا نفس احداثة وطلوبات من رئيسة انه مازل على التفويض ديالي الواحد اخ ديالي يطالب هذا التفويضات فدقوا واحدة طالب الاجتماعي والتقافي والرياضي يكون عندهم وانا يرى من ناحية الاخلاقية يقول انه ماشي مشكلة كان هاتشي غني يكون نجمع فيه الشرق نسامح هنا في التفويض ديالي انه اخوان تفويض الاخرن وانا اغايم انه هاد الشكل ديالتفويضات هو شكل محيم وغير قانوني لانا لا يمكن جمع بين تفويضين او اختصار او جوج ديال المجالين وانا هاتلها تلات المجالات ايطان نحن عدوش الارب يفتول اولا الاخوان ما ضعوش وانا كده وانا كنسيبو يبضو لاخوان تفويضات لانا اختمو التازمو وانا تكون معقول تفويضات ديالي وانا كنا بس انا صعينة وبدو من المقاطعات المقاطعة السدبلية وإنجلسوا ومشتاؤون الداخل يعني كما تقول سي جواد رئيس مدّا لكم ليت مدر الآن ومديتم شيتون الانتجاء آخر هو أنك تطعروا برحيل لغادين شوداء وقد تماقشوا الإخوان عارفينها وحنا نديني شفاية الله وقال قولوا بأننا رئيسة أتمنى أننا شخصيات قد أعلوه وانا شخصيات دخلت على الإخوان بمعنى أن هناك واحد طلبوا الوالي من المقاطعات من المقاطعات السدبلية اللي أعطاوه هاتف تيماً كبير طب بمعنى أنه مكينيش والإخوان الأغلبين مكينيش كيفش غريت أعطال الأفكار دياله وعطينا الدالين أمر مؤطماتيك موين موطفلين على الرئيسة والرئيسة وحنا أعطينا اقتراحات في قطار المسؤولين اللي عندنا كان مكتب الشيء على المكتب أو في المجور الآن كان بلونتاكسيو اللي باع 12 مكتب مصالح ولكن احنا بدنا رئيديا كأخوة في المكتب وعطيناهم موحيسة لأساس أنها خصوتوس اللي هو بديد تحتية ديال المنطقة وغيرت تكون موالة مباريك كبيرة وجانب ديال مساحة الخضراء وجانب ديالك ليراج هذا هو اللي تخصص لها ميزانية كبيرة كان حفوز ميبا أنه مجلس الجهة يلا تعقد البايح ومتخصصت له ميزانية كبيرة مضبط ولي دخلتيه خلو 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 ساعة اسمكي جوب على هذه القضية تعليد من دودة من دودة على الرئيسة من دودة على الرئيسة من دودة على الرئيسة تفويدات وعرف سي جواده ويقول يعني أنه كانت جلسات وكانت جوا فيها مسؤولين ديال أحزاب ومتازمت الرئيسة بالتفويدات وفي الأخير ما أعطته مشاهده بالتفويدات ماشي مرة واحدة أكثر من مرة ومتازمت أخير ومتازمت أخيره الأخير من دودة على الرئيسة أنهم فرقوا شتيقوا هذا كلام كلام عابير على سبيلية لا ما تعطيش هذا اخداوا تفوضات واخداهم العالمية اخدا تفوضهم وشدهم شدهم شدهم ورجع الاقلمياني اخدا تفوضهم شرفهم انا ايباني ما اخداش تفوض اه وخاصة تفوض انا تقول وخاصة تفوض تفوضات ارجعوا بسيغان يتفقوا حيهما هادوك الاعزاب الياه بنا علاقات النام احنا فراشتنا موقعه احنا وصفون ديكار ما عندهمش الحق يبدخلو من ناحية التانية فى مصار ديكار اقبلنا بعد عمله اذي اخلو اللي مبغاش تفوضات واعتبروهم تفوضات معيه باشكله دينا التفوضات معيه باشكله وهي مش ناقشنا مالي فوان مع الرئيسة فى غيرها ديكارم اعطينا تفوضات فى باقت وفى المغرب وحادها احنا 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 اعطاها الفتوال دي تغييري باكماسة اشكلها ويلا قدرت اقتراح ديه اللي يصوبو التفوضة طريقا يقلبها امم ووان سنير؛ لادنا شنونة اتفوضة وان ديه وقع احنا امسي تقولوا دينا التطاط�� تفوضات امسي كلانه اسمعت لانا كيفش يصير الرئيس و المكسب تكون واحد الانسجان عادة احنا اعتيكم الانسجان اذا كان واحد رئيس يكن واحد مائي تكون معيه تنحل المشكلة احنا احنا الرئيسة لا تساوى انه هو تكن دوره تدوره ما تتحضرش نغما من الدجانية مجانسة الرئيس يتعالي عن مائم الأول يتقولون أنه لا سنعرف في جنساء أو في الاجتماع تم إخلاص لحظة فإن نائب رئيس قلس يتعالي رئيس مضخف إنكم تتفق من المشاكل المكسر الموسيئة يمكن تلك الأعضاء المجلسي المقاطعة غير مفتد، من بدون النواب الآن يتدين أمرائي بالدخل المقطع، من الآن تدنيون لخص الاقسام، لماذا أنت تستمدوا عن طلب الراحيل للنواب؟ نجد ان يترك للمواب وأردون نواب، اه، لا ننواب، أنا تخصيّن، لقد عدّة طلبات ديال بعد المقطع، لتحسب درجة الملأ للقام منتع إجتها لي، ويجب تخيل بالاعتبار، أو تجاوبي للجميع أن يدرك يوني، Priorityとرى مهم الأشياء، ولا نقطة تتطلب. لماذا؟ هذا مباما عداء أخرين تنسوا طلباتهم. كيف يكون الأقل؟ كيف يكون المجلس تنسى؟ ما هو الضوء؟ ثلاثة دورات؟ ثلاثة دورات، ثلاثة. ثلاثة، واحدة الاقتراحات، ثلاثة. استجواج فيك المشاريع اللي غدرتها. نعم، هذا مثل مشاريع مهمة غدرتها. ولكن لا علاقة للرئيسة بها. ولا تطرح داخل المجلس جاية من مصاريع خارجية. والي، الزهو الله خيران، رخدام، تيعطي واحد العلاية السيدة باليوروط. هذي دانوا مشاريع كبيرة فيها الباركير، فيها مساحة خضائي لآخرين. ولكن لا علاقة للرئيسة، ولا ما عندها علاقة، ما عندها علاقة، ما هي دافع الشرية. خلين نكمل للكمتي. نكمل. اجتمال لها رؤساء المصالح؟ اها رؤساء المصالح. واشمح ليها؟ اسمح ليها، اسمح ليها تقنية. لا، اسمح ليها، اسمح ليها، اول حاجة تنعطيه المصطشى، تيناقش، نغمانوا المجالس، تنكبروا بالمجالس، تنعطيه الرأي ديالهم، ونحضروا مع التقنيين، هلاش تسقسي كل شي، يالله تتخدم مع رؤساء المصالح، واش رؤساء المصالح؟ هم اللي منتخبهم الناس، المواطن منتخب على الأعضاء، هم اللي خصومي ناقش وهاشي، لا تحطيههم اهمية، هذا عيب، في حق سيدي بليوت، ما عمرها كانت بهذه الطريقة، لأن هذا المشاريع، هل تلاحظوا هذا؟ دفع، المشاريع يدارت في سيدي بليوت، أنها تدبر بطريقة انفرادية، ومصاري أخرى، لا تستجد، على سبيل المثال، بعد المشاريع، موكي لباركير لشريع روداني، شريع الشملكي، غير سيدي سيدي، هل يقول لك، الرئيسة هي المساسية المقاطعة، والرئيسة هي اللي ستحاسبه، مع نهاية الولوج، لا، ما عندما حسب هدفي، هذا جاء بسيدي الوالي، ولي دارت في دير الفد، قرارات لدارت قبل، ماشي، جاء الوالي، دير الفد، لا على مستوى شريع الشملكي، لا على مستوى شريع الروداني، إلى أخيريه، ولكن، تكون طالعة أكثر من نواب يعني تتحضر الجديد معات ذلك شيء تتطالع المجلس على ما يروج لا تسمعون جوية أخرين هاد الشيء الأموال اللي قابل إذا الغرم بالمعرفة بالشيء خاصية لا تسمح لي أن يكمل لا أسمح لي أن يكمل لا أسمح لي أن يكمل على سبيل المثال تدبير أنا كين واحد مشاريع تدب مثلا على سبيل المثال ما نظرت على مواقع وما يقع شوية حديقة شوية وسوق شوية داب مشروع سوق شوية سكولي جاب هذا المشروع محمالة ما تقول الشرعيسية بحكم أنه ترادية لا تدبيره تدبيره بطريقة خاطئة وأنا سأقول لكم بأنه سوف نحاسب بعد سنة أو سنتين أن هذا المشروع لا يليق بتراد حيقوتي لأنه دلت فيش حويش لا علاقة بنا ما نرى ما نرى إذاً الاسمسور لا يمكننا التجاه الى الى الاخرية خلي جواد هناك استشارة اعضاء المجلس اولا اولا يمكننا التشاور في الاتجاه الى الناس الذين يأتيوا حضرا يوميا هذا العمل ان يتطلبوا استثباتي فعلا خسرتكم ان يكون في الاتعان ومعادة يمكننا نظامها عادية ويجان يجتمعون لا يوجد اجتامعات وكملاته لا يوجد اجتامعات ومعلم وماذا يوقفها؟ لا يوجد اجتامعات مقابلات اجتامعات تقنائجة الناس تسيطر لجهة الاجتماعات لجهة الاجتماعات تسيطر ان يتقنع الاجتماعات اذا لا يستسير الامر ازاكويت ان يتقنع التغيير من الداخل احراجها الرئيسة لا يوجد اجتامع Coca-Cola لا يجد السابق لكن ان ستحملوا المجال عليها اجتامعات دكتورة لأن القانون عطيا الحق هي قانون اجتامعات سميته في الويب وتجيب الإخوان ولكن فضع دي الإخوان أنهم يحضر ديفية ديفية فقط فقط فطر الفترة فهنا هو حيث اللواني كنت نبتو عطار تد عملية دي وهو وقل ديفية وها الإدارة فقط فقط شقنا نظر وقل فيه وقت بعض المستشار يقولون الناس كانت جميعا 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 وفي تجيب ما نفوض على هذا باش نسجعوا الهي طرمال هو أني نقسب كل مجتمعين ونحضروا في اجتماعات المكسب ونحضروا لي غيبين لكي لا أعطينا إحصائياته ونحضروا غيابات اللي فينين لأنه لماذا تجعلون المقعد الفارغ؟ إلا كنت أمير بوعدي وخمشي معا يمكن أن أعطارهم مرر جوجو ثلاثة ونحضروا لي واحد ونحضروا لكي لا كنا عليك ستادي المستشغرين إنه كنا حاضرين وسميته إلا كنا كلهم مرار واحد أطاوجات نظره ويقول تغيير إلا كنا حاضرين فضل لقاعد بلون دابتسو بالعكس عدنا أفكار كثيرة بالأخوة اللي كي نظرين تكون هناك شيء على التغيير من الداخل والتنبولة هذه السياسة أنا شخصيا كأحيز تمنى حيز تديرنا بزد المواقف وأطاق بك ديالاتا وقولتا هم الفضل مرفعة الصغيرة أن التغيير من الداخلية والإخوة تغييروا ما أكل أسف أن أغيابي فيه المستشارين مع أنه مش واحد تجربة كبيرة لس أنينا باعد ناما ديش كالأخص برثين اللي وقديم ومقيفون ديالنا ما الأخارين؟ فهو باعد ناما تغيير وهو السؤال الأخير للإكساعي تثبتين مستشار قديم وعشية جريبة بلوكاش داخل مدينة الداربولة عشان ما استخدشت جريبة ديالك يعني باش تتلقى واحد بالحل الوسط ما بين الناس اللي غاضبين وما بين الرئيسة باش تمشي الأمور كما يخضلوا مصلحة السكاء لأنها أصلا خدمت مصلحة الساكنة تتكلموا بتجربتي الشخصية وهذا ما برغمت عليكم وقيت لك حنا بالأغلالية لكن كما قلتي كان اختلاف في طريقة السيارة حاليا حاليا الرئيسة في نظري أنه يمكنش تخيير طريقة باش غادع ويقول سيجواب ربما عنده متفائل انه يمكننا انتا 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 واش عمرك انتا واش عمرك طلبسي لقاء مع الرئيسة باش يعني تصلوا له الحل الوسط ولا كلمة وسط كنا قلنا وهكيف الشخصات مشي الأمور وستاعد جيز مع الرئيسة تلقى الحل ولا صح لا ده بلا ده ما خلنا الباب مسدود ما يمكنش هي تنضج تنضج العناصر مها كله اخران كي سومها رئيسة تفاولوا معها بزادي الحوجات ممكن ما تمتش عمل ايضا التفاول ما يسخر ما يسخر ما يسخر ما يسخر ما يسخر ما يسخر مجموعة وأنا عندك ساعه نكون معك شو التفاول اللي غدي تكون من داخل أنا غهنكون معك في استرقص ولكني هني غنشوف بقنا نجي تقوليا رايسة تقال علش غد تقال لا لانه على عدة امور هنا وعلى تكتبتون جملكة تقولوا واحد كلمة شهيرة عندكم شو كمهو دي الورا ما تقول لك الشيكايات شو كمهو دي الورا ومش كمهو شكايات سافلوا بلاحة دراما ولكن الحكم الساعة في بلغة المنتهى 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 بلح تدود إدامته وكذا تشيئ إدامة مشي لها المجيئات لأنها تعطيها الإعقالة لأنها قيل ماشي أنا هي خيرية المحكامة هي هي اللي أعطيناها ما ينتبه وقال العروض الساعة العامل تتعامل مع رائزة وفق القواني الروايس أبر أبر إعقالة نتوبة بالنسبة لكم مبقاش المجال يعني العامل مع رئيس المقاطعة لأنها هي المراسلات اللي عندنا كما قال كيلو ومصد جوش كيلو ديالوراق يعني مراسلات درماعي جمال معطرات درماعي ولكن هذه الناس إحنا بنسمع نتوبة الآن حاليا نتقاش عندكم مجال بشتعون مع السيدة أدوبة شنختموها لا لأنها لأنها ما مستعداش أنها سيدة لأن من يتكاد تتعلم على الإخوان التفاوضات من يقالوا لها أنها تفاوض وها تفاوض يتليم أشغل قلية بحالك وتتشوف الأمور أنها إلا أخذش شي نائب شي تفاوض أنه هي غريق قل من الصلاحيات هي غريق جميع الصلاحيات تفاوضات للنزولات لا 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 دليل دليل أن تفاوضات ما انتهت أنه مصدر تخصينا باش تخصينا باش تخصينا تخصينا باش تخصينا هذه المنبرادة أنا تقول أوجياني أنا بستعب نكون واسع بالإخوان وبالرئيسة وبطبع حاليا كنت واسع بلتي إذا كنت تزريب لها دولار أطراق بلين نقول أنها مغنسبحش بأي وعنخ سيجي التالي لأنها غرجل النبار بقول لأنها السيئة اللي أنا قلصها بها السيئة وفاتحك يعني هلو الساعة كنت أقول هي من موقع دليل يمكن نحيان سياسيا كتبين العرفة الخورتي باش مصوتين وكتبت ألا بحالي البوار ألا تنسيدي حمالينا بحطوهاش أمام المواقع إلا سيدي حمالينا ندرس ونتفاوض موقع موقع غير التالي ومتعني تلسين تالية وما فيها إلا تلسين الجامعة نقول بأنك من هذه المنوبة تنسينا وجواب على المراصلات ومع دلنا مراصلات وفيها إدانات واضحة حولها بعض الخروقات القانونية تترهد الوساطة خلق الخلاصات تشتيل في القادة وفي القانون تتوافق الفكرة على الوساطة ولا صعفة إنساء بالنسبة لأنها بالنسبة لي لا لا يمكن أن تنظر شيء في هذه الثلاث سنين فهذا الشيء الذي خسرناها في الثلاث سنين ستترك في هذه الثلاث سنين بالنسبة لي تتبهي بأنها لا تصلح لرئاسة CW CW كبيرة 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 جزء سيد سعيد شكرا جزيلا على قبول الدعوة نحن الدور نتن شكركم على الأسئلة التي تحسوا وعلى الإهتمام الذي أعطيته للمقاطعة CW حتى يطلع رعي العام على ما يقع بداخل مخاطعة CW سيد جواد شكرا جزيلا شكرا شكرا للاستضافة وتتبهي خلالت الفاس بيت إلى اللقاء في حلقاتي جديدة من برنامج 3C